رغم الاستهداف والضغوط التي تعرضت لها قناة الرافدين الفضائية خلال مسيرة عملها إلا أنها ظلت متمسكة بمنهجها التحريري والخط الوطني في التصدي لمشروع تدمير العراق الذي بدأه الغزو الأمريكي وعمليته السياسية وانحازت القناة منذ إبصارها النور عام 2006 إلى العراق وهوية شعبه الوطنية الكلية وفضح النهج الطائفي الذي جلبته معها قوى العملية السياسية الفاسدة والعمل على ترسيخ وتعزيز الثقة بالنفس عند الشعب العراقي وقواه الحية الشعبية والوطنية وقدرتهم على مواجهة الاحتلال الأمريكي والإعلام الغربي والطائفي الذي أراد تثبيت هممهم وإشاعة روح الهزيمة والخنوع فجاء انطلاق قناة الرافدين في هذه الحقبة المفصلية والدقيقة من تاريخ العراق ليمثل خطابها الوطني السائر عكس تيار الاحتلال ضربة قوية لمشروع الغزو وقواه الطائفية فبدأت الحقائق تظهر جلية للرأي العام العراقي والعربي حيث كانت الرافدين في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الأمريكي وقوى العملية السياسية وميليشياتها بالصوت والصورة محطمة حواجز الخوف ومعيدة الحياة للوعي الجمعي العراقي بعد محاولات تغييبه وتشويهه فضحت القناة بإمكاناتها البسيطة حجم الدمار والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال والميليشيات وفرق الموت الرديفة لها والفساد الذي رسخه المسؤولون الحكوميون كما واكبت الرافدين أعمال المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي في عام 2006 كانت قناة الرافدين على موعد مع استهداف مكتبها في بغداد بسيارة مفخخة إلا أن هذا الاستهداف لم يثنها عن أداء رسالتها الإعلامية الوطنية إذ واصلت مهمتها في الدفاع عن العراق ومؤازرة المظلومين بوجه السلطة وميليشياتهم وتحت ضغط الرشا التي قدمتها حكومة المالكي لسلطات المصرية أغلق مقر القناة الرئيس في القاهرة ومن ثم جرى نقله إلى مدينة اسطنبول قناة الرافدين كانت طوال مسيرتها الأنموذج المشرقة لإعلام مقاومة الشعوب للغزو والاحتلال الأجنبي الإعلام الذي لم يهادن أو يساوم أو يخضع للتهديد أو الابتزاز جاعلة من قضية العراق وشعبه البوصلة التي لن يضيع أو يتيها من يهتدي بها حتى وإن كان الطريق حالك الظلام